يا سيدي واضح من هذا العدد أنه 130 من حوالي مجموع ما كان الحضور 170 على أساس أنه أغلب هذه الكتل اللي طالبت بهذا المطلب هي الكتل اللي مرتبط مباشرة بإيران يعني بدر ودولة الفالتون والفتح ومدري إيش هاي المجموعات البائسة الإمعات يعني واضح على أساس يراد إحراج المالكي على أساس المدعوم أمريكيا الإيرانيين عنصر مهم في هذه العملية السياسية بالعراق وبموافقة أمريكية فهذه واحدة من ألاعب هذه المجموعات على أساس النيل من العبادي باعتبارها عميل صغير للأمريكان ويراد إحراج على أساسه في الوقت اللي يعرفون أنه لو لا الأمريكان لا العبادي ولا هذه الكتل ولا هذه المجموعة البرلمانية تقدر تقعد في المنطقة الخضراء أبدا والإيرانيين هم نحرك هذه القضية لأن أكو الآن تطور جديد عزيزي دكتور عمر أنه الأمريكان اليوم عندهم أكثر من عشر قواعد أمريكية في العراق ورسمية وبها أكثر من 11 ألف عنصر قبل فترة أحتاجوا مجموعة من هؤلاء دزوهم إلى سوريا لأن أيضاً صار عندهم تسع قواعد أمريكية في سوريا الإيرانيين أنا هكذا أتصور يريدون أيضاً أنه يضمنون من الأمريكان تواجد أكبر في سوريا كما سمحوا لهم في العراق فهذه اللعبة تدخل ضمن هذا البرنامج يعني هؤلاء إماعات لا أكثر ولا أقل بيد إيران وواضح أنه هذه تعليمات إيرانية إلى هذه المجموعات على أساس تنازلات من العبادي تواطو احتمال أنه ممكن بعدين لازم ندخل فيه اتفاقات أنه تحالفات بعد الانتخابات بالعموم أمريكا تحمي كل هؤلاء الموجودين وهؤلاء كلهم أصحاب ميليشيات وأصحاب قطاعات عسكرية داخل العراق ووعدهم قوة وعدهم إمكانيات يعني مهم 130 هذولا يترأسون أكثر من حوالي 100 إلى 150 ألف مقاتل بالعراق